السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 16 آيار مايو طبعا اليوم في عنا حدثين الحدث الأول أنه اليوم القمر ما رح يشكل زوايا مباشرة يعني في زوايا رح تتشكل مع القمر هي زوايا من يوم الاثنين وزاوية من يوم الاثنين وزاوية من يوم الاربعة يعني واحدة بتلطشنا يمين واحدة بتلطشنا الشمال فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين الخبر الثاني اللي هو اليوم في انتقال للمشتري المشتري اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور سنة كاملة اليوم القمر موجود أو الآن موجود القمر في برج الحمل وهي طبعا هو رح يكون موجود في منزلة الشرطين هي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر قص الشعر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وخمستاشر دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها القمر لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته اليوم منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن بين قسين ركزوا عليها من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية طبعا في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لهذا الأمر أو أي شيء يتعلق بالرأس وأيضا يمكننا إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا ليش أنا ركزت على العصبية والهذا أول إيش اليوم الثلاثاء يوم الثلاثاء محكوم من كوكب المريخ والحمل كوكبه الأساسي المريخ والزاوية اللي رح تتشكل وتبلش تأثر علينا من ساعات المساء هي مع المريخ يعني القمر مع المريخ يعني يوم مريخي بالكامل ديروا بالكم بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي حكيت عنه طبعا رح أحكيه في البداية اللي هو انتقال المشتري من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور عام كامل الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء رح ينتقل القمر رح ينتقل المشتري من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل في حركة أمامية حتى الساعة الثنتين وعشر دقائق من عصر يوم أربعة تسعة بعدها بده يبدأ في عملية التراجع ورح يظل التراجع هذا لآخر يوم في هذا العام يعني لغاية صباح يوم واحد وثلاثين اتناش بعدها بده يرجع للحركة الأمامية يوم واحد وثلاثين اتناش ويظل موجود في برج الثور لغاية يوم خمسة وعشرين خمسة بعدين بده ينتقل لبرج الجوزاء طبعا التفاصيل الكاملة عن المشتري وآثاره وتأثيراته على جميع الأبراج هي موجودة في حلقة منفصلة صارت موجودة على القناة بأخبار فلكية أكيد أغلبكم شافها اللي ما شافها هاي الرابط في الأعلى عشان تروحوا تحضر الحلقة وبرضو رح أحط لكم مياه في آخر الحلقة بالفيديوهات المقترحة حلقة مهمة جدا وفيها كثير من الأخبار اللي بتتعلق بالأشخاص واللي بتتعلق بالدول أيضا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الأغلب اليوم رح يكون زوايا بطيئة هي اللي إلها تأثيرات أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي من يوم سبعة خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة تأثيراتها موجودة طبعا هاي الزاوية بتخلي في عنا تركيز عالي لدرجة إنه ممكن نكتشف أو نكشف أي شخص بحول الكذب علينا أو خداعنا برضو بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة وبرضو بتساعدنا للكفاح من أجل مثل عليا وهي مناسبة للشعور بالطمأنين النفسية والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة وعشرين خمسة ذروتها يوم واحد وعشرين خمسة بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية حب المغامرة الحاجة للمسئولية وبرضو هاي مناسبة للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها ليوم تسعة وعشرين خمسة بتعزز المواهب الفنية والأدبية بكل المجالات تجعلنا ميالين للتسامح مريحين الروح مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين برضو بنقدر نستفيد من الراحة اللي بتوفر لها إن هاي الزاوية بالدعوات وبرضو في أمور إلها علاقة بالسفر والتسليع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ما بين الزهرة إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 24-5 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك يعني تقريبا منقدر نحيي فيها إيجابيات عاطفية وأيضا إلها علاقة بالمجالات الفنية والأمور الكلاسيكية والشعبية والتقليدية والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها ليوم 24-5 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 12-6 طبعا هاي بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام في خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بنفسنا أكثر بتعطينا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا للفعاليات والنشاطات والتأثير والقيادة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي برضو رح تظل تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28-5 بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب منها إنجاز أو لإنجاز مضاربات أو أمور إلها علاقة بالمسائل العقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهنا بلشنا بالزوايا السلبية أول زاوية زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي طبعا مستمرة من يوم 11-5 إلى يوم 29-5 ذروتها رح تكون يوم 21-5 الساعة 3.11 دقيقة صباحا هاي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد التصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرقل نجاح مبادراتنا وعلاقاتنا وبرضو هاي إلها علاقة بالمشاحنات والعنف والحرب والدمار على نحو واسع اللي بيتلو هذا الاتصال طبعا كل هذا ذكرناه في حلقات يا منفصلة يا إما بالحلقات السابقة ولكن إلها علاقة بالأوضاع الراهنة هاي السياسية والعنف الدائر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية ما بين الشمس وما بين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 1-5 إلى يوم 19-5 طبعا ذروتها كانت يوم 9-5 عادة هاي الزاوية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا حبنا للاستقلالية الشديد والغرابة بطباعنا والتصرفاتنا تجعلنا نقطة في أحكامنا ونعرف نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا شيء ممكن يعرض البعض لأزمات قلبية أو تشنجات عضلية دوليا غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية طبعا من يوم 1-5 وحنا منذكر هذا الموضوع بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومي ماه واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب ضييق الخناق على الحرية العامة أيوة تعكش وبرضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا بدأت من يوم 28-4 ومستمرة تأثيراتها ليوم 13-6 ذروتها يوم 23-5 في ساعات الصباح بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وهي الزاوية ذكرناها من يوم 28-4 وحنا بنقول إنها هاي بتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل وما بيتم التوصل لاتفاق في هاي الفترة برضو في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين بيلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي من يوم 22-4 برضو ذكرناها وحذرنا منها وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22-6 طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 18-5 ساعة وحدة وتسعة دقائق فجرا بالدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأنه وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير برضو هاي الزاوية بالدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه وبرضو بتدل على وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية وبرضو ممكن تقع بعض التفجيرات أو الحرائق من طرف أيدي خفية ابتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بيتم اغتيال شخصية مهمة أو هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول التي تقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين بالنسبة للزوايا المؤثرة مع القمر اليوم طبعا ذكرت في البداية أنه في زاوية اللي هي يوم أمس كانت ذروتها في ساعات المساء اللي هي زاوية التربيع السلبية ما بين القمر وما بين الزهرة طبعا تأثيراتها من ما تسمع الحلقة ولغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء هاي زاوية سلبية جدا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ميلنا للفوضى التقلب بالمزاج وحساسيتنا بتكون لنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية حاولوا انكوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذو فيها الآخرين يعني بشكل كبير بدون ما تشعروا بذلك برضو بتدل على تقلب أمزجة الناس خصوصا النساء وسرع التبرمهن وغضبهن ولوي بوزهن وهاء الأشياء ويستحسن تجنب إقامة الحفلات أو المعارض خلال هذا اليوم لأنه بتبوء بالفشل ومن لاحظ تراجع في مدخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والأزياء والميادين الفنية أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي طبعا راح تكون يوم الغد هي ذروتها صباح يوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من مساء اليوم الثلاثاء هاي الزاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ يعني من ساعات المغرب بتكديروا بالكم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو توجيه أي ملاحظة أو مواجهة حتى ابتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود بشكل سلبي بتسبب أن خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نأخذ قسط من الراحة هذا التحول مضر جدا بالصحة وخصوصا على المستوى النفسي لأنه من العصبية والضغط النفسي والاسترس ممكن الواحد يتأثر بشكل كبير بالدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو الصحة وقلة مردوديتهم ممكن يشهد هذا اليوم ازدياد في أعمال العنف وخصوصا ضد النساء النسوان أو الستات يديروا بالهم يعني بلاش تنضربوا ماشي؟ أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هذولا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا هذا اليوم بما أنه بدنا نعتبر أنه يعني في نوع من أنواع الضغط فبرضو الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فعشان هيك يوصى عادي عمل العمليات الجراحية ما في أي مشكلة ولكن عمليات التجميل اللي إلها علاقة بالوجه هذا اليوم يعني حاولوا قدر الإمكان أنكوا ما تغامروا فيها هو ما في أي مخاطر ولكن الأسنان تحديدا حاولوا أنكوا ما تعملوها اليوم بالنسبة لأمور اللي إلها علاقة بالحقن بالأمور الأخرى الحقن ما في أي مشكلة لكن الجراحة اليوم يعني شوي لأنه ضغط المريخ وضغط الزهرة بزاوية التربيع ما بنصح في هذا الموضوع يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأربعاء بيبدأ خلو المسار الساعة 9 و 9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و 27 دقيقة من بعد الظهر بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعديها على برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 12 و 38 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير عمره 26 يوم في نهاية يوم الثلاثاء بيكون نسبة إضاءة القمر 9% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 5% القمر في الحمل حتى يوم 7-5 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الثور حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 35% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل وينتقل للثور زي ما حكينا ورح يظل في الثور بحركة أمامية لغاية يوم 4-9 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طيب حطيتوا لايك وديسلايك كبستوا على الكبسات اللي تحت يعني للتذكير يعني ممكن فيه أشخاص ما بتشوف الشاشة بتشوف القلوب 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 هاي اللي أنا بحطها يعني نذكركم بالصوت يعني كبسوا آه زي ما بتكو وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم يعني اليوم جيد لحسم الأمور وخصوصا الأمور العالقة اللي لها فترة بدك تنجزها ومش قادر تنجزها اليوم تقدر تتممها بتسمع جواب كنت بتنتظره أهم إش إنك تتحرك ما تنتظر إنه الفرص تيجي لعندك حاول إنك أنت تتحرك وتبحث عنها وما تضيع الوقت طبعا هاي تعتبر بداية جديدة ولكن بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان على مستوين المستوى العاطفي حاول إنك ما تتسرع وما تعصب وما تدخل بمشاحنات مع الحبيب أي وحدة أو ما تتحدى ما تجاكره ما تولع فيه اليوم وأيضا أدير بالك من العصبية وردات الفعل وخصوصا في ساعة المساء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتبلش الطاقات تضطرب عندك لأنه المريخ بنتقل فهاي عملية الانتقال بتعمل شوي التقلب عندك القمر ما زال موجود في بيت المتاعب الشوي برضو بضغط عليك على المستوى العاطفي وعلاقاتك ومعارفك وخيبات أمل وممكن تسمع خبر الشوي ينكد عليك اليوم بتعلق أو تصرف الحبيب تحديدا يعني هو اللي ممكن يأرقك بيتطلب منك هذا اليوم عدم المبالغة في مجهودك الجسماني عندك تضع سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبه لغذاءك وراحتك حاول أنك تهدئ من روعك ومن وتيرتك لأنه ممكن تتأخر بعض النتائج أو البضائع أو المعاملات أو يكون في خيبة أمل أو وعده ما يتم أو ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وإنت طباعك متقلبة ومزاجك شوي متقلب اليوم فحاول ضبط النفس ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحملكم نشاط عالي جدا على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى علاقاتكم ممكن اليوم تلتقوا بعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة بين إيجابي وسلبي لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء المشكلة اليوم إشي إذا كان في مناسبة وممكن بهاي المناسبة اتغار أنثى على حبيبها أنه تطلع حد ثاني تشك في حبيبها الوسواس القلق التوتر تقلب المزاج حدية بالطباع خلاف مع أحد الأصدقاء هاي الأمور كلها بتكو تنتبهوا منها أما بالنسبة للذكور سوء تفاهم ما بينه وبين أحد الأصدقاء اللي ممكن يوتره أو الصديقات ما بدش بك أنا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ولكن بدك تنتبه من تسرعك اليوم لأنه يعني ممكن يصير سوء تفاهم في مكان العمل أو مع أحد المسؤولين فبدك تكبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد وتكون جاهز بشكل كامل للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم لأنه شوي فيهك بعض الأحداث اليوم اللي إلها علاقة يا بتكون مصلح عاطفي يا أنت بدك إصلاح عاطفي يا دير بالك أهم إشي أنه دير بالك اليوم من تقلب المزاج عندك وبعض الأفكار السودة اللي ممكن تتسلل لك الخلافات على مستوى البيت والعائلة وأيضا ما في داعي أنك يتشوه سمعتك بأي تصرف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر في البيت التاسع مستقر اليوم في طاقة عالية جدا لأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة بالعلاقات مع الأجانب بالأمور الدينية والفلسفية بأمور السفر ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث موضوع جديد ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق أهم شيء اليوم مش كل نقاش تحصب ومش كل حوار عاطفي بدك أنت تتحسس وتولع في الطرف الآخر انتبه من اللي عندهم علاقات عاطفية خصوصا من خلال جامعة من خلال شخص أجنبي أو خارج البلاد إنك تدخل بخلاف معا أو إهمال أو زعل أو تأخذ على خاطرك لأنه رح تخسر الأجواء جيدة وداعمة لا تخلي عواطفك تسيطر عليك بدك تفكر بعقل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم الفرصة طبعا متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة مالية عاطفية أو تعويض تعويض من بنك من ضريبة من تأمين أو قرض ما مثلا أو مطالبة بحق لإلك بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين خلال هذا اليوم والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة أو مهملة بدك تركز بكل أعمالك بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين لأراءهم حاول إنك ما تكون حساس زيادة عن اللزوم وما تكون لاذع بالكلام تتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت ممكن توترك شوي أو عاطفتك تنجر باتجاه حدث عائلي وتنفعل معاه فبدك تضبط عصبيتك وإنفعلتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر مقابلك تماما طاقتك ضعيفة بتكثر عندك الواجبات ممكن تتزامن يصير عندك أكثر من عمل في نفس الوقت ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع النفسي من تقلب المزاج من الحساسية من الوسواس من الاكتئاب عليك أنك تتبع الإرشادات والتعليمات اللي ذكرتلك إياها تتجنب المشاكل وما تتصلط طبعا القمر لما بيكون مقابلك دائما بيضعفك ولكن الفترة هاي حساسيتك زيادة فما تشكو ضغطك هذا أو مشاكلك وحساسيتك عند الآخرين عشان ما يستغلوها ضدك وابعد عن الخلافات مع الزوج أو الحبيب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز على العمل وع الصحة فعشان هيك بتنجزوا كل الأعمال اليوم عشان ما تتراكم وتعملوا وقت إضافي وبرضو بتتراقبوا صحتكم اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زملائك نظموا جدول غذاك وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة هاي رح تكون سهلة عليك لأنه شوي في زوايا مأثرة بشكل سلبي فبدك تركز بشكل جيد ممكن وضع عمل مأرقك أو التزامات كثيرة مأرقيتك أهم إشي اليوم أنه فيه واجبات كثيرة بدك تعرف تنظمها بشكل جيد ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية اللي يعني شوي مرضو ممكن تأثر على نفسيتك وعلى عواطفك وتعمل عندك ردات فعل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم الطاقة ممتازة جدا تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وفرصة مناسبة للمصالحة لتسويت الخلافات للتعارف للارتباط للاتصالات نشطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور برضو ممتاز جدا تعتبر هاي فترة إيجابية دعمي إلك بشكل قوي على مستوى الترفيه على مستوى الأفكار على مستوى الخيال على مستوى التجميل يعني طاقتك بكل الاتجاهات وحتى علاقتك مع أحبائك بتكون ممتازة ولكن القمر بشكل زوايا صعبة مع الزهرة فلا تدخل بحوار عاطفي مع الحبيب وصير زعل من وراه ما تدخل بحديث الطباع ما تخلي مزاجك يتقلب انتبه من ردات فعلك وعصبيتك مع الأحبة هاي أهم تحذيرات إلك اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن يكون في عندك الالتزامات كثيرة أو أعمال عائلية أو منزلية كبيرة وواجبات يعني عندك اهتمامات لمسألة أو لحدث خاص أو حدث طارق اليوم بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وحوار بهدوء بدون عصبية ممكن تظهر بعض الضغوط المتاعب معاكسات أعطال ولكن ما بدك تفقد السيطرة عشان هيك ممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات بدك تتمالك نفسك قد ما بتقدر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع بنجاح هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمقابلات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتسويق والإقناع والحوار والنقاش كل شي بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب ولكن تحذيراتي نقاشك الحاد فقدانك ضبط النفس والإنفعال العالي جدا اللي ممكن ينفر الناس منك فقدانك السيطرة وضبط النفس ممكن توصل لمرحلة العنف إما باللسان أو بالدين فبدك تنتبه ما فيه داعي للتهور خلال هذا اليوم حاول تكسب من كل أشياءك الإيجابية اللي ذكرناها وما تحاول أنك تضيع هذا المكسب بعصبيتك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي أو ممكن تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك أو ممكن تحصل على هدية أو دعم في بعضكم ممكن اليوم يقدم على إنجاز أو يناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعملوا بالجدية نظموا شؤونكم المالية وامتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ما في داعي للمغابرات المالية وأيضاً المحبطين عاطفياً بدوا يكب الإيدي يحطهم في جيابه يحطهم في الدار يضبهم في سندوق لأنه اليوم رح يصير عندك نزعة عالية جداً للتسوق بأشياء أنت مش بحاجتها فممكن تصرف فلوسك هروب من الواقع احذر من نزوات التسوق والإصراف ومن المحتالين اللي ممكن يجي بكلمتين يبكي لك يستثير عاطفتك فتروح معطيه فلوس وعمرك ما بتشوفها كبستوا على الكبسات اللي تحت عملتوا لايك وديسلايك وكومنت وشير والأشياء هاي يعني اللي ما عملش ينزل لي يكبس على الكبسات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء